رفع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اسم التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله وراءه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على النجاح الكبير الذي حققه وفد المملكة الذي شارك في مناقشة التقرير الوطني الرابع ضد آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو النجاح الذي عبر بشكل جلي عن التقدم الرائد والمضطرد في تعزيز احترام حقوق الإنسان في شتى المجالات والميادين وذلك كثمرة يانعة من ثمار الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي في عهد جلالة ملك البلاد المعظم وبتوجيه دائم ومستمر من الحكومة الموقرة وضف وزير الداخلية أن الإنجازات التي حققتها المملكة لاقت تفهما كبيرا من جانب العديد من الوفود التي شاركت في مناقشات الاستعراض الدوري الشامل نظرا للمصداقية الكبيرة التي أبدتها البحرين في تقريرها والمدعمة بالحقائق والأرقام والأفعال على أرض الواقع منها على سبيل المثال للحصر تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتعديلاته والذي استفاد منه أربعة ألاف وأربعمائة وتسعة وخمسون محكوما منذ تنفيذه في مايو 2018 وشرع في تطبيق نظام السجون المفتوحة والدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات عملها وهي المؤسسات التي تتلقى كل الدعم والتعاون من جانب وزارة الداخلية والتي تسير بخطا ثابتة وحثيثة في تطبيق استراتيجيتها القائمة على احترام حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع دورها الرئيس في الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن وضمان سلامة المجتمع واستقراره وهي الاستراتيجية التي تنفذ على أكثر من محور ولسيما ما يتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور ولفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا وكذلك من خلال تدريب كوادر وزارة الداخلية تدريبا مهنيا واحترافيا تكون مبادئ حقوق الإنسان جزءا لا يتجزع من مكوناته الأساسية وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية والشرطية الدولية وثمن وزير الداخلية في ختام تصريحه الجهد المميز الذي أدته وزارة الخارجية في الإعداد والتجهيز والمشاركة في هذا المحفل الدولي الحقوقي الهام برئاسة سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وفرق عمل الوزارة المختصة بهذا الملف ودورها كذلك في إعداد وصياغة وتفعيل الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان 2022-2026 والرامية إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ضمن مظلة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وبمشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية التي شاركت في وضع هذه الخطة وتفعيلها بشكل احترافي يعزز المكتسبات المحققة ويطورها ويدفعها نحو مزيد من التقدم والاستدامة اشتركوا في القناة